نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية قبل أيام أعلنت ميليشيا الحوثي فجأة إيقاف عمليات استهداف المملكة السعودية مطالبة الرياض بخطوة مماثلة وبالأمس أفادت صحيفة وول ستري جورنال بموافقة الرياض إيقاف عملياتها الجوية ضد الحوثيين في صنعاء وثلاث محافظات أخرى يأتي الإعلان من ميليشيا الحوثي فيعقبه الرد من الرياض خطوات لا تبدو أنها تمت دون اتفاق سري بين الجانبين ربما أن ما أعلن ليس سوى رأس الجليد لهذا الاتفاق الذي تسميه التقارير اتفاقا جزئيا ربما سيعقبه اتفاق شامل مراقبون يرون أن إعلان السعودية قبول إيقاف إطلاق النار يمثل بشكل أو بآخر انتصارا لميليشيا الحوثي كون المملكة قادت تحالفا من عدة دول وشنت عليها حربا منذ خمس سنوات لإسقاط حكمها واستعادة العاصمة اليمنية صنعاء من سيطرتها لكنها لم تستطع تحقيق ذلك هل لإعلان السعودية هذا علاقة باستهداف منشآتها النفطية في بجيغ قبل أيام يرى البعض أن تطورات الإقليمية والدولية خصوصا بعد أن تأكد أن مصدر استهداف السعودية كان من إيران هل هي التي دفعت الرياضة لخيار كهذا رغم ما يحمله من دلالات الولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا الملف فقد سبق وأعلنت واشنطن أنها ستحث الرياض على التباحث مع الحوثيين ما يعزز الصورة التي تشير إلى أن الملف اليمني سيكون الملف الأقرب لإنجاز الصفقات والتسويات بين اللاعبين الإقليميين والدوليين لمعالجة ملفات كثيرة وعلى الرغم من ذلك أعلن ناطق ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام اليوم عن أكبر عملية استهداف نفذها الحوثيون ضد السعودية منذ بدء الحرب مؤكدا أنهم تمكنوا من أسر مئات الضباط والجنود السعوديين في عملية نوعية حسب قوله يأتي هذا التصعيد من طرف الحوثي بعدما يفترض أنه اتفاق بينهم وبين السعودية على وقف إطلاق النار وربما لتحقيق مزيد من الضغط لدفع هذا الاتفاق إلى الواجهة في وقت أسرع وهو ما يعكس مدى ضعف موقف المملكة في اليمن في اليمن دائما ما تدفع الرياض ثمن حساباتها الخاطئة انقلاب صنعاء ثم انقلاب عدن وتقويض نفوذ الشرعية خلال خمس سنوات من الحرب ثم تأتي الآن لتعقد اتفاقا مع ذراع إيران في اليمن وهو اتفاق سيكون بالضرورة على حساب الشرعية ودولة اليمنيين بل وحتى على الأمن السعودي ذاته وعلاقتها باليمنيين مستقبلا إلا أن السعودية تمضي في هذا الخيار لمعالجة ما يبدو أنه آثار عاجلة يزداد خطرها كل يوم شكرا